موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها وعلى كل بلية صرفها وعلى كل أمر يسر وعلى كل قضاء قدر وعلى كل مخلوق كفاه الحمد لله على تواطر الإنعام ونعمة الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدون الكرام مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان إلى غلاة التجريح وهذا اللقاء الرابع وكما ذكرت وأكرر أننا أردنا النصحة وأن نتناصح مع إخواننا مع الكبير ومع الصغير ونحن نقبل النصحة أيضا لأننا نعلم يقينا أن الدين هو النصيحة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله وليأئمة المسلمين وعمتهم ويسعدني أن يكون معي فضيلة الشيخ أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل حفظه الله فأهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ حياكم الله وبرك الله فيكم وشكر الله لكم جميعا والأخوة المشاهدين والمشاهدات ربنا يبارك فيك الله يكرم إحنا توقفنا في اللقاء الماضي عند مسألة مهمة لكن يعني ما كان هناك وقت يتسع لها ألا وهي مسألة الموازنات وما دليلها الشرعي وهل يا ترى من أخذ بها فإنه يميع القضايا وأنه يدافع عن المبتدعة فيكون مبتدعا وهذا يخالف منهج السلف ومن خالف في ذلك ومن قال بذلك لكن قبل أن نتعرض لهذه المسألة بتفصيلها هل هناك بعض التعليقات على ما مضى حتى ندخل إلى هذا الموضوع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله أما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مجلسنا هذا مجلسا مباركا أمين وفي نصرة الحق وبيانه وأن ينفعنا به وينفع كل من وقف عليه أما عن التعليق على ما قد مضى من الحلقات وردود الأفعال حول هذه الحلقات فلله الحمد فلله الحمد قد رأينا مصلحة كبيرة وخيرا كثيرا فرأينا كثيرا من الناس الذين كانت كثير من القضايا ملتبس عليهم يتصلون ويحمدون الله عز وجل على وضوحها لهم بعد أن كانت غامضة ومعرفة أيضا الذين ينصرون هذا الفكر الذي هو كما قلت غير مرة فكر تدميري في الحقيقة للأخوة وللمودة الموجودة بين أهل العلم وبين أهل السنة البين ومع أن هذا الفكر فيه هذه السلبيات لا يلزم من ذلك أن يكون من جميع الجهات سلبيا فله جوانب أخرى في الدعوة إلى التوحيد وفي نصرة السنة يشكر أهله عليها وقد كررت هذا غير مرة أننا نشكر أهله الذين نخالفهم في مواضع النزاع التي نتكلم فيها نشكرهم على جهودهم الأخرى التي نفع فيها الإسلام والمسلمين وليس إقرارنا بما عندهم من الخير يجعلنا نترك ما عندهم من الشر لا سيما والشر هذا يتعدى إلى الغير وهذا التعدي ليس في فئة يسيرة ولا في فئة مغمورة إنه في فئة كبيرة وواسعة وعريضة وفي صفوة الأمة وخلاصتها ألا وهم أهل العلم وطلاب العلم فإذا كان هذا الفكر يدمر هذه الشريحة بالذات فالخطب يكون أعظم ويكون أكبر فلا بد من بيان حقيقة هذا الفكر وبعض الناس كان من جملة تعليقاته يقول لعلي يعنين أنا لعلي لا أعرف بعض الذين يردون علي في جهودهم أو لا أعرف جهودهم في نصرة الإسلام في بعض الجوانب غير هذه المسائل التي يخالفوني فيها فأقول أنا سواء كنت أعرف أو لا أعرف فأنا لم أجحدهم ما عندهم من الخير ولم أنكر ما عندهم من الخير بل شكرتهم ودعوت لهم وقلتهم من أهل السنة والجماعة ولهم جهود مشكورة أشكرون عليها فسواء كنت أعرف الأشخاص أو لا أعرف الأشخاص فإني أعرف أن هناك جهودا في جوانب أخرى نفع الله سبحانه وتعالى بها فأما هم الخسافون الذين يخسفون بمخالفهم فلا يرونه إلا دجالا أفاكا كذابا يقال أبو الفتن يقال أبو الأفن يقال أبو العفن يقال إلى غير ذلك مع أني أتذكر حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام لما كانت قريش تقول في النبي عليه الصلاة والسلام مذمم نعم مذمما عصينا ودينه أبينا وأمره قلينا كانوا يقولون هذه الكلمات فكانوا يقولون انظروا كيف صرف الله أذى قريش عني نعم إنهم يسبون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم إنهم يسبون مذمما وأنا محمد فأنا أعدها يعني أيضا من نعم الله سبحانه وتعالى أن صرفهم إلى هذه العبارات التي يتكلمون بها ولكن يعني آسف أن يكون هذا من فوق المنابر وفي المساجد وفي شعائر الدين خطبة الجمعة التي دعي الناس إلى الإتيان إليها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فيأتون طامعين في ذكر الله فيجدون أمورا كما تكلمت في بعض المواقف كومودية يعني كيف يطلعون أضحاك فلان وأضحاك فلان كان من جملة الجديد في الحلقات الماضية أن هذا الشخص الذي يخالف ورفع قرنيه بالمخالفة وبالسب والشتم وأتى بقاموس شتائم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدلها له حسنة خضر ما أكثر من السيئات أن تكون هذه حسنة له في ميزاني إن شاء الله عز وجل فكان يقول أنا سأتلطف لأن الناس عابوا علي أسلوب الشديد وأنا سأتلطف وقلنا عسى خير هذا الذي نريده ليكون البحث علميا هادئا يستفيد الجميع والذي يسمع من هذا الجانب ومن ذاك الجانب يصل إلى فائدة علمية استفيدوا منها فإذا بنا نجد في اسم الخطبة الخيانة وأدلة كثيرة في ذنب الخيانة وهذه الأدلة مشتركة يستدل بها القائل والمقول له أيضا ويستدل بها القائل وتستدل بها القناة أيضا من الذي يكون هذا يعني يحتاج إلى دليل خاص في موضوع النزاع أما الأدلة العامة فليس فيها حجة كذلك أيضا الأدلة أو ذكر قصة فتنة خلق القرآن وكيف ثبت أحمد ويدعي أنه ثابت على الحق وأنه يدعي الناس للثبات على الحق وهذا أيضا كلام مشترك يستدل به القائل والمقول له كيف عرفت أنك على الحق مجرد أنك تحكي القصة ليس سبكك كونك سبقتنا بذكر القصة دليل على أنك صاحب الحق غيرك أيضا يستدل بالدليل نفسه ويقول أيضا هو على الحق وسيدبت عليه كما ثبت أحمد في المحنة كما ثبت الإمام أحمد في المحنة فمثل هذا يعني لا ينفع في هذا الموضع كان المخالف قد سأل بعض الأسئلة ماذا تقول في من يقوله كذا ماذا تقول في من يقوله كذا خاصة في تنقص نبي الله موسى عليه السلام صلى الله عليه وسلم فقلت إن الذي يتنقص نبيا واحدا يكفر نعم وهناك تفاصيل في الأحكام على المعين معرفة آخر القولين أو أول قولين إلى غير ذلك فعد هذا هروبا عن الجواب أن هذا كلام مجمل في موضع التفصيل بالرغم أن القائل نفسه والمخالف نفسه استدل على صحة ما يذهب إليه بقول سماحة الشيخ سؤال عن مسألة فقال من سبب نبيا كفر نعم وهذا الذي قلته أنا فلماذا كان كلام السماحة الشيخ مقبولا وكان كلامي أنا هروبا عن الجواب أهي الإزدواجية والانتقائية في النقد أم أنها مكاييل متعددة يكال بها كيف يكون الكلام نفسه محمودا مذموما من وجه واحد بسبب أن قائل هذا إذا قاله فلان يكون محمودا وإذا قاله فلان يكون مذموما هذا كلام يعني ليس فيه هداية أيضا من جملة ما تكلم في هذا الأمر كان يعيب ويقول أنت تقول يقولون 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 هل أنت تعظمني بضمير الجمع هنا بواو الجماعة عندما تقول يقولون وأنا فرض يعني ضرب من التبجيل أو أنك بهذا يعني تتكلم عن ناس لا يقولون بهذا القول فإني لا أقول بهذا فأقول له ولغيره أنا أرد على مدرسة وأرد على حملة فكر وأرد على أناس يمتدون من شرق الدنيا إلى غربها سواء قلته أنت أو لم تقوله فقد قاله غيرك وأنا أرد على فكر ما أرد على شخص وإن كان يعيب يقول أين أنت ليش تعمم ليش تعمم ليش ما تفصل وتقول فلان يقول وكان من قبل يعيب أين أنت من حديث الذي أنت تستدل به ما باله أقوام يفعلون كذا إذا عممنا لماذا تعمم وإذا يعني ذكرنا الأسماء مع أننا لم نذكر بفضل الله الأسماء قال أين أنت من حديث يعني ما باله أقوام يفعلون كذا إلى غير ذلك أيضا عندما قال يعني قلته ما سلطتك أنت حتى تقول ماذا تقول في فلان ماذا تقول في قول فلان ما هي السلطة التي تخولك أن تسأل هذه الأسئلة فقال هذه الأسئلة تسأل لمن هو أرسخ منك وأعلم منك وأعرف منك وأفقه منك إلى غير ذلك أقول له نعم لكن الامتحان بالأشخاص بدع عند السلف عندما تمتحني بشخص أو بمقالة شخص ليترتب على ذلك حكم بعد ذلك ثم أنت يعني لا تعرف أقوال المفصلة في هذه المسألة فهنا الذي يمتحن هو السلطان الذي يمتحن السلطان الذي يأتي بالرجل إذا اتهم بشيء يمتحنه ويأتي بالعلماء يمتحنونه ويستتيبونه أما ما هي سلطة هذا المخالف حتى يجعل نفسه بعد ذلك ماذا تقول في كذا ثم بعد قولك أنت يصنفك تصنيفا معينا وينزل عليك أحكاما معينا وإذا كان قد أنزل هذه الأحكام قبل معرفة الجواب فما ظنك بعد ذلك إذا خلفته أيضا في الجواب إن مما تعجبت له فعلا أنه في كتابه الذي كان يقول أو أحلني إليه وهو ضوابط التبديع ذكر في شروط الجارح شروطا هي التي نقول بها وهي التي يقول بها العلم من العلم والوراء ومعرفة أسباب الجارح وذكر مسألة مهمة يا ليتهو يا ليتهو يعني يظهر هذا في صنيعه عندما قال في الجارح لا بد أن يكون بعيد النظر في تصور الممكنات وذكر قصة الذهب يعني قصة هشام ابن عروة عندما كذب ابن إسحاق عندما قال حدثتني فاطمة ابنت المنذر ويا زوجة هشام قال من أين لقيا زوجتي من أين سمع منها وكذبه لذلك فالحافظ الذهب ذكر عدة احتمالات محتمل أنه سمع منها قبل أن تتزوجها أنت محتمل أنه سمع منها في المسجد محتمل أنه سمع منها من وراء حجاب في تصور الممكنات هذه مخارج تجعل الجرح ليس هو الباب الوحيد للشخص فإذا أمكن أن تجد له مخرجا يحمل عليه كلامه حتى يبقى على ثقة وأمانته فإن هذا المطلوب وهذا عمل العلماء لكن أين عمل هذا الشخص بعينه ثم هذه المدرسة من تصور الممكنات هذه فإنهم يسمعون الكلمة ويشمونها جما ومن بعيد بالإشعاع يفهمونك ومجرد الإشعاع ثم بعد ذلك يصنفونك إلى جهة من الجهاد أين هؤلاء من قولهم أن يكون بعيد النظر في تصور الممكنات أيضا هنا في هذه المسألة عندما ذكرني قالوا رجل ما ظنك برجل حط عليك ونزل دارك فأطلق فيك لسانه وعقد لذلك المجالس ولولا أنه أن اسمك ذكر صراحة طبعا ما صرحنا بأي اسم إلى مجلسنا هذا ولن نفعل إن شاء الله إلى آخر حلقاتنا ولولا أن اسمك ذكر صراحة بحيث يعتقد أو يعتقد من يسمع بعد إلى نهايات جلسات غيبته وفجوره لولا من يسمع بعد يعتقد أنه يقصدك بكلامه ما التفت إليه ولا عولت عليه وما اعتبرت له وجوده في الحياة إذن هو ما غضب إلا عندما ظن أنه سيفهم أنه هو المقصود فأنا الآن أوجه له سؤال إن كنت تغضب لله وترانا نتكلم بغير الحق فلماذا لا ترد علينا سواء ذكرناك أو أشرنا إليك أو كان في كلامنا ما يشير إليك الغضب لله ترد الخطأ حيث ما كان بل ترد الخطأ على من هو صاحب نعم عليك وصاحب إحسان عليك وصاحب معروف عليك إذا أخطأ لا تبالي فقد رد السلف على آبائهم وعلى أبنائهم وعلى مشايخهم وهم أصحاب نعم عليهم فمن كان يغضب لله لا ينتظر أنه لما ذكرني تكلمته ولو لم يذكرني ما تكلمته إذا كنا نتكلم بكلام يفسد الدين فيجب عليك أن ترده سواء كنت مقصودا أو لم تكن مقصودا نعم وإذا كنا نتكلم بكلام حق بكلام وهو حق فلماذا تغضب فلماذا تغضب في الحقيقة والعجب بعد ذلك أنه يقول ولا بد أن تنتصر لا لنفسك فلا حظ لها ولله الحمد والمنى ولكن للدين كيف تقول لو لا أني ذكرت ما تكلمت ثم تقول أنا أغضب للدين الغضب للدين معروف تغضب على الراضي والشاني والمحب والمبغض والقريب والبعيد لأنك تغضب لله لا تنظر لما قيل لشعبة لا تتكلم في أبان بن أبي عياش وأبان كان يحسن إلى شعبة نعم يحسن إلى شعبة فكان قال سأنظر في أمري فجلس ينظر في أمره فترة ثم قال لمن طلب منه هذا الطلب الأمر دين أبان بن أبي عياش مطروق ما جاء شعبة من أبان أي أساء نعم وأهل الحديث لو كانوا لم يتكلموا في الرواة إلا لأنهم تكلموا فيهم لما وجدنا كثيرا من الكلام موجودا ولكن تكلموا ديانة لما رأوا أنهم يخالفون الدين فإذا كان كما يقول إن هذا يفسد وإن هذا ما نزل أرضا إلا أشعل فيه النيران ونزل أرضا إلا فتن أهلها وفعل 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 إذن هذا يجب أن يتصدى ديانة يتصدى له ديانة سواء ذكر الإسم أو لم يذكر والعجب بعد ذلك كأن الناس لا يفهمون وهو هكذا يظن أن كلمه لا يفهم إلا بعد فترات طويلة هكذا يقول هذا ليس للنفس ولا حظ للنفس إنما هو لله الحمد من أجل الدين ولكن القوم يقول لا يعلمون موتنا الخصومة إيش موت الخصومة عندها يقول أنا مخاصم هؤلاء يعني مخاصم دعاة مصر وأهل السنة في مصر الذين يرون الانتخابات وغير ذلك يقول أنا مخاصمهم في ماذا إيش هي الخصومة يقول الخصومة معهم من أجل العقيدة تغيير العقيدة وتضليل الأجيال وتغيير الدين والمعالم وتبديل المعالم أنظر يقول هؤلاء يغيرون الدين يقول في هؤلاء العلماء الذين يرون الانتخابات يغيرون الدين ويبدلون المعالم ويضللون الأجيال مع أن هذه المسألة قد تكلم بها كبار أهل العلم فترة في اللجنة الدائمة من الانتخابات سمحت الشيخ بن باس له أقوال في ذلك فضلة الشيخ بن عثيمين له أقوال في ذلك للشيخ الألبان أيضا أقوال في ذلك وإن كان له أقوال أخرى في موضع أخرى والشيخ الغير من المشيخ إذا كان هذه تبديلا للدين وتضليلا للأجيال وتغييرا للملة وإفسادا للعقيدة فهذا الكلام يقال في هؤلاء الأئمة هذا كلام عجيب فنحن نعرف أن ممكن أن هذه المسألة يكون موضع خلاف ممكن أن تطرى الانتخابات أنا لا أرى الانتخابات ويسعني أن أخالفك فيها وتسعني ويسعك أن تخالفني لكن كون أعتقد أنك تبدل الدين وتفسد العقيدة وتضلل الأجيال وأن النزاع معك ليس نزاعا في مسألة يسيرة إنما هو نزاع في أصل الدين هذه مصيبة كبرى ما حكم الذي يخالفني إذن هل هو مجرد مبتدع أو هو كافر طيب هل أقمنا الحجة فإذا كنا أقمنا الحجة على هؤلاء ولكنهم كما يقول إن هؤلاء يعرفون الحق وإنهم يعاندون وإنهم مبطلون إذن إذا كان يعاند في هذا يكونوا كافرا ويغير في أصل الدين إذا كانت غصومة في تبديل العقيدة وتغيير معالم الدين وتنصي معالم الدين ومع ذلك مخالفك يسر على قوله إذن ما بقيت المسألة في مسألة سنة ومبتدع الآن انتقل حرفه حصل تصعيد الآن حصل تصعيد للأحكام من مبتدع إلى شيء آخر فهذا أيضا لو أحببت أن أطيل الكلام فيما ذكر حول مقاله في من طالت يعني رأسه والثاني ذكر آخر وأذنه كبير ومغضن الجبهة وتغوص عيناه ضحكا وتبسما عندما كان الكلام على الشيخ عبد المنعم الشحات ويقول هذه من الخيانة أن توضع الصورة من قال نحن هل نحن قلنا أنك وضعت الصورة بجوار هذه القطبة ما أحد لا نحن قلنا هذا ولا القناة قالت هذا ولكن هذا في مواقع إلا أن الكلام موجود بما يدل على أن هذين هما المقصودان ففي جملة الكلام أنهما ناطق باسم الحزب وناطق باسم الدعوة وهذا معروف من ناطق باسم الحزب وناطق باسم الدعوة وكذلك أيضا هذه الأوصاف التي ذكرها معروف الأوصاف هذه تنطبق على من ثم بعد ذلك يعني نعود إلى قضية الوصف والجرح كيف كان يعني يهمنا أن هذا وصف وأن هذا ليس بجرح وأنه يقول هذا غاية البلاها وغاية العفن وإذا أردنا أن نجسد البلاها في صورة في صورة هؤلاء ويقول وهذا يشبه صورة حمار رأس حمار العمدة ولكن حمار العمدة لم يدخل في البرطمان أي البرلمان ولكن الحمار آخر دخل في البرلمان فكلام طويل لو أحببنا أن نعذر قضية السم المراقل الذي كان يقوله قال نحن لا نبكي على السم المراقل الذي في قروره ولكن نبكي على أن السم انتشر فأنا أخاطبه وأخاطب العقلاء هل كان النظام السابق سما في قرورة لم يتعدها هذا متى يقال؟ يقال إذا كان ظلم الحاكم لم يعد أسوار القصر لم يعد أسوار القصر يقال سم في قرورة وأما الحكم بغير ما أنزل الله وأما تعذيب المسلمين في السجون وأما المنظمات التي تعمل لاجتثاث الفضيلة ونشر الرذيلة وأما الفساد المالي والإداري وأما كل هذه المصائب هذا لازال السم في قرورته أين؟ قد عمى قد يعني ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس والسم لا زال في القرورة يعني سيدخل البحر محيطا في قرورة فعجب عجب أن يقال هذا الشيء على كل حال قد وعد بأن يسكت ولم قلنا سيسكت ونسكت كما قيل الإمام أحمد لماذا لا تسكت؟ قال أسكت ونسكت لا تأتوا بشبهات من أجل نسكت نحن عن الرد فإن كان يعني كما قال سلاما ونحن قلنا سلاما عليكم لا نبتغل جاهلين وإلا من أتى بشبهة لابد أن يرد عليها حتى لا يشغب على المساكين من طلبة العلم الذين لا يعرفون الحقيقة فيؤدي بهم الأمر إلى ما وصلوا إليه من الضياع والعياذ بالله أؤكد مرة أخرى أنهم إخواننا وأنهم أحبتنا والمسلم يحب ويبغض ويوصل ويهجر ويمدح ويذم بقدر ما فيه من خير وشر انظر كيف معتقدون فيهم وانظر كيف هم يقولون فينا وانظر كيف سبهم لنا وكيف دعاؤنا لهم وانظر كيف يعني يلوثون المساجد بهذه العبارات وانظر كيف نحن نتلطف معهم والأسف أن بعض الإخوان إلى الأن يقول لو أنك ما ذكرت شيئا لكان أحسن أحيانا يكون ذكر أخطاء الشخص وتسمية ذلك أحيانا وإن كنا لم نسمي أن يكون ذلك من باب الرد العلمي أن يكون ذلك من باب الرد العلمي وليس ذلك دائما لكن أحيانا وأنا أرى أن هذا الوقت الذي نحن فيه والقراءة التي تمر بنا أن هذا من جملة يعني الرد العلمي أرجع للجواب على سؤالك في الحقيقة وهي مسألة الموازنات ومسألة الموازنات نسم الله سبحانه وتعالى يعني الهداية للجميع وأن يرشدنا الله تبارك وتعالى للصواب وللحق وإن أخطأنا أن يغفر لنا وإن أخطأ غيرنا أن يغفر أيضا له وأن يجعلنا إخوانا على سرر المتقابلين وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا خصوصا أننا في فترة نحتاج إلى جهد الجميع فكما تعلم لا أقول بأن الأمة كلها الآن في أزمة فقط وخصوصا البلد حتى التي نحياها ونحن نعيش في أزمة حقيقية ونحتاج من كل طالب علم من كل إنسان في الحقيقة حتى من عمة الناس نحتاج منه الآن أن يقدم يد المساعدة لخدمة دينه ولخدمة وطنه نحتاج إلى هذا بالفعل ونحتاج أن نكثف الجهود في هذه الأمور وأن لا ينشغل بعضنا ببعض وإنما ذكرنا مثل هذه المسائل التي تفضلت بها أردت بها نصحا وهذا ما ذكرته بأنك أردت بذلك نصحا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نأخذ الخير وإن كان هناك شر أن يجنبنا الله كل الشر آمين يا رب على كلنا أنا أريد أيضا أن أنبه على هذه المسألة وهي أن كثيرا من الناس أحيانا أو أن بعض الناس قد يقول إيش إحنا مثلا مجغلون فيه والأمة تمر بكذا والأمة تمر بكذا فأريد أن أقول لهم لا زالت أمتنا أمة الإسلام تمر بالمحن تلو المحن ومع ذلك فإن أهل الحق لم ينفكوا عن بيان خطأ من أخطأ من داخل الصف نعم مع أن الأمة تعرضت لغزو من الداخل من الخارج وتمالؤ وتواطؤ من الداخل من الرافضة وغيرهم ومع ذلك لازلنا نرى علماء السنة يردون على من أخطأ ممن ينتسب إلى السنة أو غيرها نعم لكن كان ردهم ردا علميا وردا بقدر الخطأ من أجل النصح نعم وردا ليس فيه التشفي ولا الانتقام وإلا فهم الذين شغلوا الناس بهذا أنت الآن تفضلت وتقول الأمة تمر بأزمات نعم الدعاء الذين نحن ندافع عنهم الآن هؤلاء يقومون في وجه هذه الأزمات نعم يريدون أن يخففهم من وطأطها على الأمة نعم بالدعوة إلى الله والمناصحة العامة والخاصة وبالسعي في بيان الحق ما أمكن وبالاقتراب من موضع القرار اقتراب الصالحين من موضع القرار حتى يؤثروا بينما هم يفعلون هذا من أجل هذه الأزمات الموجودة يأتي من يحذر منهم ويتهمهم ويضللهم ويقول هؤلاء انحرفوا عن الدين ويقول الخصومة مع هؤلاء خصومة من أجل العقيدة وخصومة من أجل تبديل الدين وتغييره نعم فنحن عندما نقول فذي الحالة الأمة مشغولة بكذا وكذا ودع الذي يتكلم يتكلم بما يتكلم به لا لن نصل إلى إذا سيصل بهذا أنه يزيد الطين بالله والمريض عله والأمة ذله هذا الذي سيقع نحن الواجب علينا أن نبين الحق لكن المطلوب أن نتكلم بعلم وحلم أن نتكلم بأدب أن نتكلم بأخلاق أن نتكلم بحرص على الهداية هذا هو الواجب أما أنه قال الناس مشغولة بكذا أتركه طيب الآخرون كالسيل يمشي في تحذير طلاب العلم من المشايخ في تحذير العرام من علمائهم إذا جاء العالم يعمل محاضرة قاموا يقطعون الإعلانات ويسبون هذا العالم ويذكرون مثالبها وعيوبها شغلوا النت والشبكة بذكر عيوب الناس والكلام فيهم يتكلمون في أمور يعني غيبية بأن فلانا هذا يعمل كذا وأنه مقصد إلا كذا لغير ذلك شغلوا شبكة النت بهذا شغلوا المساجد شغلوا الطلاب العلم شغلوا المراكز العلمية والمحاضر الدعوية كل هذا موجود فعندما يقال في مثل هذا نحن مشغلون بكذا هذا لا يعالج هذا لا يعالج وأنا أضرب يعني من طريقة السلف يعني أسوة لنا جميعا السلف تعرضوا لكل هذه الأزمات الخارجية نعم والقلاق الداخلية ومع ذلك كانوا يردون على المخالفين ممن ينتمي إلى السنة وغيرهم لكن الفرق هو كيف نرد ومتى نرد وبماذا نرد هذا هو الفرق وأنا أناشد كل عاقل يسمع ما كتبه هؤلاء وما سجله هؤلاء وما نشر على شاشة هذه القناة المباركة أو غيرها مما تكلمنا به في هذه المسائل ويقارن أي الفريقين أقرب إلى منهج السلف نعم أنا أقول أيضا من ضمن الكلام الذي تذكره دائما أن المسألة فيها تفصيل يعني هل تذكر حلقة دكتور محمد المهدي فنحن بنقول أن في مسائل بالفعل تحتاج إلى الرد بالعلم وبالحلم وبمنهج أهل السنة لكن حينما كلمتكم عن الإئتلاف السلفي الذي حدث في اليمن وأخبرتني بأن المسألة ليست فقط مع السلفيين في اليمن بل تعدت إلى غيرهم أيضا وأردتم أن تتعاونوا لخروج البلد من الأزمة ونحو هذا وليس معنى ذلك أنكم ستميعون أخطاء ونحو هذا فهل يقل أيضا بأن المسألة في هذه الأولى مع هذه الأزمات فيها تفصيل أن هناك مسائل مع أزمتنا هذه تحتاج إلى رد ويكون الرد أيضا على منهج أهل السنة وهناك مسائل في هذا التوقيت نحن نحتاج إلى أن ننشغل بما هو أولى وليس معنى ذلك أننا نقر هذا الخطأ إنما سنأتي إليه لكن في وقت آخر هل ممكن أن يقل مثل هذا الكلام؟ ممكن والعبرة في ذلك بمراعاة المصالح والمفاسد نعم يعني إذا تزاحمت المصالح والمفاسد فينظر إلى دفع أكبر المفسدتين بارتكاب أدنهما وبتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدنهما على حسب الحالة على حسب الحالة وتختلف من واقع إلى واقع من زمن إلى زمن ومن شخص إلى شخص يعني قد أكون أنا غير مهيئ لأن أرد على مسألة من المسائل نعم والله سبحانه وتعالى أتاني قدران أتكلم في باب آخر أتكلم فيما أحسن وأدع ما لا أحسن حتى يأتي من يحسن نعم نرجع إلى موضوع لأن الحقيقة الكلام في الموازنات طويل طويل وهو قطب الرحى وهو كما يقال عمود الفستات نعم بالنسبة لتشنيع القوم القوم بالغوا في التشنيع على من يخلفهم في هذه المسألة نحن نريد أن نعرف ما معنى الموازنات ابتداء نعم وما هو الموضوع الذي الناس مختلفون فيه نعم المقصود بيعني من قريب ومن الآخر كما يقال هنا في مصر من الآخر نعم يعني متى تذكر حسنة المبتدع رجل مبتدع نعم هل لا يذكر له حسنة أو تذكر حسنته إذا ذكرت سيئته لا بد أن تذكر حسنته نعم ثلاثة أقوال في هذا فريق يقول كلما ذكرت المبتدع بسيئة وبمفسدة وقع فيها لا بد أن تذكر حسنته الأخرى نعم ويطلق هذا القول وفريق يقول المبتدع لا تذكر له حسنة قط نعم فإذا ذكرت حسنته فأنت تقول بمنهج الموازنة أي توازن بين الحسنات والسيئات نعم وهذا منهج أهل البدع وأنت بهذا تدافع عن أهل البدع نعم وفريق فصل فقال في حالات تذكر الحسنات وفي حالات لا تذكر الحسنات بالنسبة للمبتدع بالنسبة للمبتدع نعم وأنا أرجح قول من فصل وسأتي بإذن الله عز وجل بالأدلة على ما أقول في هذا المقام إن شاء الله عز وجل نعم الذين ذهبوا إلى أنك لابد أن تذكر حسنة المبتدع إذا ذكرت سيئته نظروا إلى أدلة عامة وأخذوا بعموماتها إن الله أمروا بالعدل والإحسان وإذا قلتم فعدلوا وظنوا أن من العدل أنك لا تذكر مبتدعا قط إلا وألحقت أو أردفت ذكر سيئته بذكر ما عندهم الحسنات نعم ورأوا أن خلاف ذلك ظلم وجور ومخالف للإنصاف نعم الآخرون رأوا أن المبتدع إذا ذكرت له حسنة فإن هذا يدل الناس عليه ويلمع من أمره ويفتن الناس به ويغويهم ويضلهم نعم فمن هنا رأوا أن لا يذكر أما أهل العدل من العلماء فصلوا في هذه المسألة وجعلوا لذلك حالات وللأمر الآخر حالات أخرى وكأنهم جمعوا بين الرأيين نعم وكأنهم جمعوا بين الرأيين جمعوا بين الرأيين طرف نقيض والعلماء توسطوا فأعمل أدلة هؤلاء في وقت وأعمل أدلة أولئك في وقت آخر نعم وهذا هو الذي دائما نعيبه على من أطلق في مقام التقييد نعم ومن عمم في مقام التخصيص والإطلاق في مقام التقييد معيب كما ذكر الصنعاني رحمة الله عليه محمد بن إسماعيل الأمير معيب أن تعمم في مقام التخصيص مطلوب منك أن تخصص وأنت تعمم قبل هذا أريد أن أقول الخطأ موجود في الناس كلهم نعم ما أحد سالم من الخطأ كل الناس يخطئون ولكن كيف نتعامل مع هذا المخطئ نعم فرق بين مخطئ وهو يريد الحق يبحث عنه عرف من شأنه تعظيم الحق وإيثاره على الخلق نعم وبين مخطئ معاند صاحب هوى نعم لا يقيم للحق وقارن ولا يرفع به رأسا وحيثما كان هواه فإنه يعني يرفع به عقيرته دون النظر إلى أن هذا يرضي الله أو لا يرضي الله نعم فلابد أن هذا المجتهد المحب للخير يختلف في الحكم عليه عن ذاك الآخر المتبع لهواه ولذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في الجزء الحادي عشر صفحة خمس ساسر مجموع الفتاوى وَمَنْ جَعَلَ كُلَّ مُجْتَهِدٍ فِي طَاعَةٍ أَخْطَأَ فِي بَعْضِ الْأَمُورِ نعم نعيد العبارة يقول وَمَنْ جَعَلَ كُلَّ مُجْتَهِدٍ فِي طَاعَةٍ نعم أخطأ في بعض الأمور وسيأتي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بكثرة يعني بيذلك ألم على مجتهد أخطأ نعم مجتهد أخطأ أن الخطأ هذا سواء كان في أمور علمية أو عملية سواء كان في مسائل اعتقادية فيها نوع من التنازع بينها العلم نعم أو كان في مسائل عملية فقهية فرعية نعم وأن التفرق بين هذا وذاك ليس مذهب الصحابة إنما هو مذهب المعتزلة وأهل البدع ومن لم يعرف من متأخري أصحاب الأئمة جعل هذا مذهبا للأئمة والأئمة براء من هذا القول نعم فإن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام على عمومه صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا وإذا أخطأ فله أجر نعم هذا على العمومي سواء في المسائل العلمية أو مسائل العملية يقول ومن جعل كل مجتهد في طاعة أخطأ في بعض الأمور مذموما معيبا ممقوتا فهو مخطء ضال مبتدع قال وكثير من الناس إلى أن قال وكثير من الناس إذا علم من الرجل ما يحبه أحب الرجل مطلقا نعم وأعرض عن سيئاته وإذا علم منه ما يبغضه أبغضه مطلقا وأعرض عن حسناته نعم وكلهما غير الجادة نعم إذن الخطأ وارد على الجميع ونقول لهؤلاء الذين يقولون لا يذكر حسنا لمن وقع في بدعة أنت من مشايخك وأنت قد تقع في بدعة لست بمعصوم نعم فإذا كنت تنسف جهاد شخص عقودا من الزمان من أجل زلة فليس هذا من العدل الذي أمرنا به ثم الأمر الثاني أن هذه موطأات للبحث الخطأ موجود في الناس كلهم الأمر الثاني ما معنى المبتدع الذي أنتم تتكلمون عنه والذي يتكلم عنه الأئمة هل المبتدع الذي عند الأئمة هو المبتدع الذي عندكم أم أنكم تسمون أهل السنة مبتدعة وتنزلون عليهم هذا الكلام الذي قال لتذكر حسنة المبتدع وتنزلونها أنتم نعم نحن نريد أن نتفق كيف يكون الرجل مبتدعا نعم ومتى يخرج الرجل من أهل السنة والجماعة وهذا إن شاء الله يكون لها مجلس خاص متى يخرج الرجل من أهل السنة والجماعة متى يكون مبتدعا متى تنزل عليه نصوص الأئمة في هجر المبتدع وفي ذمه وعقوبته نعم وفي ذمه وعقوبته أما المبتدع عند الأئمة فهم الرافضة المعتزلة الجهمية القدرية المرجئة الخوارج هؤلاء هم المبتدع عند أهل السنة عند علماء السنة هؤلاء وأمثالهم أما عند هؤلاء من المبتدعة سلفيون مبتدعة الذين هم لا يرونهم سلفيين درد كيف جميع الإخوان المسلمين مبتدعة سواء كان فيهم من هو متمسك بالسنة أو لم يكن كلهم مبتدعة مع أنني وهم دائما يطلبون هذا لماذا لا ترد على الإخوان لماذا لا ترد أنا أرد على الإخوان وأرد على غير الإخوان من الجماعات لكن أرد ردا فيه تقويم وأرد ردا فيه شفقة وأرد ردا فيه خلق أهل السنة الذين عرفوا بالعلم والحلم الذين عرفوا بالعلم والحلم أنا ما أرد ردا أريد أن أفسد ولا أرد ردا أريد أن أهدم أنا أعرف ما عندهم من الخير وأعينهم عليه كما أقول أيضا ما عندكم من الخير كذا وكذا وأعينكم عليه لو دعاني هؤلاء الذين يخالفونني إلى أمر فيه طاعة لله لأجبتهم نعم لأجبتهم وما ترددتوا وهذا أمر بفضل الله سبحانه وتعالى لا أحتاج إلا أن أدلل عنه عليه فليسألوا أصحابهم هناك في اليمن ما هو موقفنا معهم مع أنهم يخالفوننا في هذه المسائل ما موقفنا معهم في القضايا الأخرى نعم التي نحن متفقون عليها في نصرة التوحيد والدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى الاتباع وتعليم العلم الشرعي ونشر العلم الشرعي في الناس وتحفيظ كتاب الله والسنة الصحيحة إلى غير ذلك نعم فأنا أرد على من أعتقد أنه مخالف وأرد عليكم وأنتم من أهل السنة وأرد على الإخوة المسلمين وأعتقد أنهم في الجملة من أهل السنة وأرد أيضا على جماعة التبليغ وأعتقد أن الذين نعرفهم منهم أنا ما أعرف الذين هم هناك في شرق آسيا وعلى عقايد أخرى وغير ذلك لكن الذين عرفناهم في الجزيرة والذين عرفناهم في مصر عرفنا الكثير منهم يدينوا بعقيدة أهل السنة الجماعة وعندهم من الأخطاء هذا دور العلماء ودور طلاب العلم يصححون هذه الأخطاء وإذا أحببنا أن نتكلم عن هذه الجماعة فسنأتي بكلام سماحة الشيخ بن باز سنأتي بكلام فضيلة الشيخ بن عثيمين سنأتي بكلام عدد من العلماء وإن كان هناك من العلماء من يخالفهم نعم فنرى أن المسألة يسع الخلاف فيها يسع أن تخالفني في الشخص يسع أن تخالفني في الطائفة أما أن يكون قولي حادا إما أن تقول بقولي وإلا فأنت تلحق به البدع هذا الذي نعيب على إخواننا نعم هذا الذي نعيب على إخواننا نعيب عليهم ونحن نضحك ونحن صدورنا متسعة للنقد وصدورنا متسعة للمخالفة وأما هم يعني يتشددون ويعني ينفعلون ويصرخون ويسبون ويشتمون ونحن لا نتعامل معهم بهذا الإسلوب نتعامل معهم ونحن نضحك لأن البحث بحث علمي لسنا فيه نزال ولا معركة نحتاج أن كل أحد بنا يعني يجحذ همته ويفتي العضلات على الآخر نحن جميعا أهل حق ويهمنا الدعوة للحق وإن اختلفنا هناك ما هو أكبر من مسائل الوفق نعم لكن لا يمنع أن نبين المسألة الخطيرة التي يتعدى ضررها على العلماء وعلى طلاب العلم نعم لا يمنع هذا فهذا الأمر أيضا الكلام في الناس يكون بعدل وإنصاف لا بجور واعتصاف وسأقرأ كلام الأئمة في هذا أنا تكلمت على مسألة الموازنة وقسمت متى يذكر حسنة المبتدع ومتى لا تذكر ذكرت أكثر من عشر حالات يذكر فيها حسنة المبتدع نعم وأعني بالمبتدع المبتدع الذي أعتقده أنا الذي هو على طريقة علماء الأمة من قبل ليس المبتدع الذي عندهم نعم فإن كثيرا ممن يسوا منهم مبتدعة هم أفضل منهم وهم أنفع للإسلام منهم ولهم جهود يعني لو انقضى عمر بعضهم ربما ما بلغ جهد الذين يطعنون فيهم نسأل أن ينفع بجمعهم في بعض الأشياء فبعضها عن حسد حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصومه ونقول لبعضهم وأنا نقول لكلهم يعني أقل عليه اللوم لا أبا لأبيكم يعني أقل عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا وقفوا الدعاء في أماكن عظيمة وتعرضوا لأمور كبيرة في خدمة الدين فإما أن نعينهم وإما أن نكف ألسنة عن أعراضهم نعم ذكرت أن حسنت المبتدع وأكرر المبتدع فيما أعتقده تبعا للأئمة لا فيما هم يرونه نعم فذكرت لذلك نحو عشر حالات أو إحدى عشر حالة نعم أولا إذا كان ذلك من باب الدفاع عن من ظلم منهم من باب الدفاع عن من ظلم من المبتدع نعم يعني الرجل المبتدع ظلم ظلم كانت تقول هذا رجل زنى وصرق وأنت تعلم أنه ما يزن ولا يصرق وهو رجل عفيف في هذا الباب نعم وصاحب أمانة ففي هذه الحالة تقول لا هذا ما زنى هذا رجل عفيف معروف بكذا وكذا وكذا تذكر حسنته لتدافع عنه فإن الظلم حرام حتى لو ظلم يهودي نعم وقيل فيه ما ليس فيه لو أن مسلما قتل مسلما وادع الناس أن القاتل هو اليهودي لا فأنا في هذه الحالة أدافع عن اليهود وأقول ليس هو القاتل نعم لأني أعلم أنه ليس هو القاتل القاتل فلان ابن فلان نعم ديننا دين عدل نعم ليس دين ظلم وطالما أنه يخالف هنا فكل شيء حطه عليه لا هذا ما يصلح فإذا كان ذلك من باب الدفاع عن من ظلم سواء كان كافرا أو مبتدعا أو سنيا وسواء كان ظلمه بسبب التأويل أو التعصب الجاهلي وقد رد الذهبي على يحيى ابن عمار السجستاني وهو يرد بشدة على أهل البداء قال كان متحرقا على المبتدع والجهمية نعم عابه بحيث يقول به ذلك إلى تجاوز طريقة السلف عاب عليه الشدة عاب عليه الشدة سنة صريحا وكلام القرافي في الفروق سيأتي أيضا ذكره إن شاء الله في الجزء الرابع صفحة سبعة ومائتين إلى ثمانية ومائتين هذا الحالة الأولى الحالة الثانية إذا كان ذلك من باب المقارنة نعم بين المبتدع وغيره من المبتدع نعم يعني أنا أقارن بين الخوارج وبين الشيعة مثلا أو بين الخوارج والروافق فأريدا أقول الخوارج أهل صدق وأهل ديانة ليس فيهم خيانة يعني قصد الخيانة للإسلام ولا تواطئ مع أعداء الإسلام على الإسلام بخلاف الرافضة نعم فإذا كنت أنا في مقام المقارنة لابد أن أذكر حسنة المبتدع لأبين أن هذا المبتدع أحسن من ذاك المبتدع نعم أو هذا المبتدع أخف شرا من ذاك المبتدع نعم هذا باب المقارنة وسيأتي لكل هذه القواعد أو لكل هذه الحالات أمثلة إن شاء الله الحالة الثالثة إذا كان ذلك من باب الحفاظ على الحق الذي مع المبتدع يعني المبتدع عنده حق عند علم مثلا عند حديث نبوي عند موقف نصر فيه الإسلام والمسلمين الأمة تحتاج إليه في هذه الجزئية تحتاج إليه كان يكون خبيرا في العسكرية قائدا مغوارا أنا في هذه الحالة محتاج أن أمضح الرجل لأننا لو تركناه وضع علمه أو ضع الإضاعة الكفاءة التي عندها التي سيخدم فيها الأمة تضررت الأمة فالحفاظ على مصلحة عامة للأمة أكبر في شريعتنا من مجرد ذكر من مفسد الذكر حسنة هذا المبتدع إذا كان ذلك من باب الحفاظ على الحق هذا الكلام أيضا له ضوابط يعني إن ذكرت هذا بحيث أنه لا يفهم الناس تصحيح بدعته لا لا نحن نتكلم على المبتدع متى نذكر حسنته نعم فنحن لم نقل إنه ليس مبتدع أو أن بدعته حق أو أنه سني لا كلامنا في من هو مبتدع ومبتدع بدعة واضحة ليس مجرد يعني خالفة حكم عليه فلانا أو فلانا نعم فإن مصلحة الحفاظ على الحق الذي معه أعظم من مفسد الذكر حسنة المبتدع ومن هذا توثيق الأئمة للروات المبتدعة نعم ومن هذا توثيق الأئمة للروات المبتدعة الحالة الرابعة إذا كان ذلك من باب الترجمة التاريخية نعم التي يذكر فيها ما له وما عليه التراجب نعم باب التراجب ليس كل التراجب ترجمة تاريخية ونحتاج إلى ذكرها نعم لمعرفة تاريخ الرجل ومراحل الرجل وأحوال الرجل نعم وإلا هناك تراجم أيضا مختصرة فلان ضعيف فلان متروك فلان كذاب فقط ولم يذكر شيئا من حسناته لكن نحن نفرق بين ترجمة يراد منها تقويم الرجل وذكر ما عنده من تاريخ ومواقف له أو عليه وبين ترجمة المقصود منها التحذير أو التحذير منه هذه مسألة أخرى أيضا الحالة الخامسة إذا كان ذلك في مقام ذكر ما يحمد عليه وإن كان مذموما من جهة أخرى يعني الرجل فعل شيئا يحمد عليه وهو مذموم من جهة أخرى كما مدح شيخ الإسلام نتيمية الأشعر في رديم على المعتزلة وكما مدح المعتزلة في رديم على الفلاسفة وسيأتي هذا في الجزء الثالث من مجموع الفتاوى صفحة 48 ومائتين الحالة السادسة إذا كان ذلك في مقام الفصل بين طائفتين من أهل الحق اختلفوا في مبتدع أو في طائفة مخالفة فحصل بين أهل الحق إفراط وتفريط ففي هذه الحالة من أراد أن يفصل بين هتين الطائفتين لابد أن يذكر ما عند هذا المبتدع من حسنة ليرد على الغالي ليرد على الجافي ولابد أن يذكر ما عند هذا المبتدع من سياه ليرد على الغالي كما فصل شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الصوفية ذكر أن الصوفية اختلف الناس فيهم خلافا كبيرا فمنهم من عدهم خيرة الخلق ومنهم من عدهم ضلين مارقين والصواب في ذلك كذا وكذا وكذا وفصل هو يريد أن يفصل بين طائفتين من أهل الحق منهم من غلى ومنهم من جفى في حق طائفة هذه الطائفة فيها انحراف عن منهج أهل الحق هذا سيأتي إن شاء الله في مجموع الفتاوى جزء 11 صفحة 17 إلى 18 وكذا تفصيل شيخ الإسلام في كتاب إحياء علوم الدين نعم في الجزء العاشر صفحة 51 و 500 إلى 52 و 500 الحالة التي بعد هذه ولعلها الحالة السابعة إذا كان ذلك في مقام تسبب المبتدع في مصلحة وإن كانت هذه المصلحة قاصرة نعم وذكر في ذلك أن الروافض والجهمية لما ذهبوا إلى بلاد النصارى أسلم بعض الناس على أيديه وهذا خير فإن إسلاما فيه بدعة خير من الشرك والكفر نعم ومدح ما فعله الرافضة والجهمية في إدخال طائفة من اليهود والنصارى الإسلام وإن كان إسلام هؤلاء قاصرا لأنه على طريقة أهل البدعة نعم وهذا موجود في الجزء الثالث عشر من مجموع الفتاوى صفحة 69 أيضا حالة ثامنة إذا كان ذلك في مقام التفصيل والمقارنة بين المراحل التي مرت بها فرقة من فرق المبتدعة نعم فرقة من فرق المبتدعة مرت بمراحل معلوم أن فرق أهل البدعة يعني الشيعة مثلا نظر مثلا أو المرجئة الشيعة في أول أمرهم كانت الشيعة خفيفا كانوا يفضلون عليا على الشيخين ولا يحطون على الشيخين يعرف تطوير الفرق نعم ثم بعد ذلك تطور الفكر عندهم فأصبح منهم طائفة تطعن في أو تغمز في الشيخين ثم تطوره فأصبح الطائفة تطعن في الشيخين ثم تطوره فأصبح الطائفة تؤله عليا نعم فعندما تأتي أنت إلى سرد تاريخ طائفة من الطوائف لابد أن تبين أن هذه المرحلة كانت أفضل من تلك المرحلة أو أسوأ وكان عند هذه المرحلة من الحسنات ما لا يوجد في الأخرى أو عند الأخرى من الحسنات ما لا يوجد في الأولى وكله في مرحلة واحدة نعم هذا أيضا موجود في كتاب الصفضية لشيخ الإسلام وأنه أنقل عن شيخ الإسلام كثيرا لأنه في الحقيقة كأنه يعيش زماننا وكأنه يعيش مشاكلنا نعم وزمانه كان مليئا بمثل هذه الأشياء أضف إلى ذلك أنه موضع اتفاق بيننا وبينهم نعم الحالة العاشرة أو التاسعة ما أدري إذا كان ذلك من باب تأليفي في الدعوة فقد تقول المبتدع أنت رجل الفاضل أنت في عبادتك كذا وفي صلاتك كذا وأذكرك بالموقف الفلان الذي نصرت فيه الإسلام وأنت فعلته وأنت فعلته وأنت فعلته وأنت فعلته فكيف يعني تعينه على التوبة وهذا مما ذكره سماحة الشيخ بن باز رحمه الله كما في كتاب مجموع فتاة ومقالة الجزء التاسع اثنين وخمسين وثلاثمائة وإن كان هذا ليس فيه إشهار الحسنة عند غير المدعو الحالة العاشرة إذا كان ذلك في مقام تعليم الناس أدبا من الآداب نعم يعني أن تريد أن تعلمهم أدبا من الآداب وجاء يعني المقام بذكر مبتدع فممكن أن تعلمهم هذا بمدح هذا المبتدع كما فعل الإمام أحمد فقد ذكر إبراهيم بن طهمان وإبراهيم بن طهمان متهم بالإرجاء نعم يقول بقول المرجاء وكان أحمد يقول هذا الذي يحكي هذه القصة أبو زرع الرازي وكان أحمد متكئا من علة كان مريضا متكئ من علة فجلس يعني ترك الاتكاء وجلس ثم قال لا ينبغي أن يذكر الصالحون فيتكاء سبحان الله لا ينبغي أن يذكر الصالحون فيتكاء هذا الكلام موجود نقله صاحب بحر الدم في من تكلم فيه أحمد بذم صفحة 73 برقم 28 هذا ذكره في هذا الموضع الحالة الأخيرة الموازنة عند الإصلاح بين المختلفين نعم أن تذكر حسنة المبتدع إذا كنت في مقام الإصلاح بين طائفتين كما فعل شيخ الإسلام عندما أصلح بين الحنابلة والأشاعرة فكان يقول للحنابلة ويذكر لهم فضائل أبي الحسن الأشعري وموقف أبي الحسن الأشعري وما عند أبي الحسن الأشعري من فضائل وإن كان لم يتخلص بعده من جميع كلام المعتزلة وهذا الكلام موجود في مجموعة الفتاوى الجزء الثالث صفحة 27 و 200 هذه أمثلة أو 11 حالة لحالات ذكر حسنة المبتدع للحاجة الشرعية ليس بالتشاهي ولكن لحاجة شرعية جزاك الله خيرا يعني نأخذ فاصلا ونعود إلى تكملة الحالات التي لا يذكر حسنة المبتدع فيها ثم تفصيل أهل العلم وكلام أهل العلم عليهم رحمة الله فانتظرونا إلى بعض الفاصل إن شاء الله تعالى نقول قولنا هذا نستغفر الله سبحانه وتعالى لنا ولكم صلى الله وسلم وبرك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته